للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من أربيل أستاذ العلوم السياسية في جامعة صلاح الدينة دكتور عبد الحكيم خسرو دكتور عبد الحكيم بداية مرحبا بكم يبدو أن اختيار برهم صالح لرئاسة الجمهورية لم ينهي صراع بين الأحزاب في كردستان العراق بما تفسر ذلك مساء الخير طبعا الخلافات موجودة وهذه الخلافات هي ليست بالجديدة لكن الوضع الحالي ونتائج ما بعد الانتخابات خلق ظروف جديدة وواقع جديد وبيئة جديدة أطلب من الحزبين أن يدخلان في إطار اتفاق جديد للمشاركة في حكومة تقليم كردستان معتبار أن الحكومة الآن صار خمسة أشهر ولم يتم تشكيل الحكومة هذه الاتفاقية اليوم كانت جزء من اتفاقية تشكيل الحكومة حكومة تقليم كردستان وبالتالي التوحيد رؤية الخطابة والخطاب الموحد للحزبين في بغداد وكيفية التعاطي مع المشكلات العالقة الموجودة والمناطق المتنازع عليها وإدارة الأقليم والسياسة العامة والسياسة النفطية ومسألة الإصلاح وكل ما إلى ذلك من النقاط التي تم التفاهم عليه من قبل الحزبين وكان هناك اتفاق آخر أيضا مع بين الحزب الديمقراطي الكردستاني وحركة التغيير أيضا قبل السابع حول مشاركة حركة التغيير في حكومة تقليم كردستان والأتلاف الحكومي يعني بالنتيجة الموقف التصور الآن هو أفضل من 2014 باعتبار آنذا كان هناك حكومة وحدة وطنية وهذه الحكومة تفككت حقيقة بعد شنة من تشكيل الحكومة في عام 2015 هل يغير الاتفاق هذا الاتفاق؟ هذه المرة الحكومة هي اتلافية وليست حكومة وحدة وطنية يعني أنه ليس كل الأحزاب الشياسية تشارك في الحكومة هناك مشاركة دكتور عبد الحكيم هذا الاتفاق هل يغير يعني الاتفاق الذي عقد بين كردستان بين الحزبين الكبيرين في كردستان العراق إلى أين مدى سيغير الوضع في كردستان؟ يعني بالتأكيد والوضع مستقر عادة في قنين كردستان مقارنة باقي المناطق في العراق عموما لكن بالتأكيد الأمر سينشط الحركة الاقتصادية وسوف يتم تفعيل السياسة العامة والإدارة الحكومية في قنين كردستان باعتبار الكل الآن من امتظار تشكيل حكومة جديدة وبناء سياسة عامة جديدة ورؤية جديدة لإدارة تقنين كردستان في هذه المرحلة باعتبار أنه لا يمكن أن نقارن مع المرحلة السادقة من 2014 إلى نهاية 2017 كان هناك العديد من الأزمات أزمة الحرب على داعش وبحاربة داعش الأزمة الاقتصادية الحصار الاقتصادي العراقي على أقليم كردستان أيضا مسألة الاستفتاء أزمة الرئاسة الأقليم يعني كان في أدة أزمات تتصور أنه من خلال هذه الاتفاقيات ومن خلال وجود رؤية مشتركة أتصور أنه باعتبار الحزب الديمقراطي الكردستاني لديه الأغلبية في البرلمان الآن يحاول إشراك الأحزاب السياسية الأخرى ولكن بشروط وهذه الشروط هي أنه يجب أن تكون هذه الأحزاب مشاركة في السلطة البعض يصف أن الأحزاب السياسية منفصلة عن الواقع الشعبي ولا يهمها الظروف المعيشية الصعبة التي يعانيها مواطنو كردستان يعني بالتأكيد ربما هذه فرضية غير صحيحة باعتبار أنه هذه الأحزاب لديها قاعدة جماعيدية وباعتبار أنه تدخل في عملية انتخابية تعي جيدا بأنه إهمال المطالب الشعبية وإهمال الشارع الكردي ربما في رغض هذه الأحزاب وخاصة الحزب الديمقراطي الكردستاني وباعتبار أنه لديه الأغلبية في البرلمان إذا فإنه يركز الآن على إشراك الأحزاب السياسية الأخرى والإشراع في تشكيل الحكومة وتقديم المستمراج في تقديم الخدمات وبناء سياسة عامة بمواجهة الأزمات الموجودة والأزمة الاقتصادية للترجل الأساس والتفاهم مع بغداد حول هذه الأمور وبالتالي المسألة أعتقد نزدية صحيح أنه المحاصصة كانت الأنوان الرئيسي للمراحل السابقة وهذه المطحلة أيضا لكن إلى جانب المحص طيب دكتور عبد الحكيم خسره يعني كيف تقرأ اعتقال شاسوار؟ أعتقال تعامل مع هذا الوضع إذا كنت تسمعني دكتور كيف تقرأ اعتقال شاسوار عبد الواحد رئيس حركة الجيل الجديد؟ يعني هو ما كان اعتقاله هو كان فيه دعوة قضائية ضد شاسوار وبالتالي كان هناك استدعاء له للمسؤول أمام المحكمة وفعلا تم إطلاق صراحه من خلال كفالة وهذا كان نابع من ربما تجاوز على سيد قباد الطالباني أو تم تعاطي مع هذه المسألة من خلال دعوة قضائية وهذا طبعا مؤشر جيد أن الأحجاب السياسية الآن لا تلجأ إلى العنف في التعاطي مع الخصوة السياسية بل المحاكم والقضاء ستكون هي الفاصل يعني في مسألة حل ربما على التناقضات والخلافات وخاصة فيما يتعلق بالمسائل القضائية والمسائل القانونية نشكرك شكرا لزيلا دكتور عبد الحكيم خسرو استعيد العلوم السياسي في جامعة صلاح الدين كنت معنا عبر الهاتف من أربيل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر